سيد الرئيس أود أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني الخطير في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من قبل السلطات السورية وحلفائها من عمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يندى لها جميل الإنسانية وتشكل جرائم ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ومواجهتها وإيقافها عند حدها يقدر وفد بلادي الجهود التي بذلتها الدول المقدمة للقرار وخاصة كندا في سبيل إعداد هذه المسودة كما نقدر حسن النوايا الذي صاحب مسيرة المشاورات حول هذا القرار إلا أننا وبكل أسف نجد أن المحصلة النهائية للقرار لم ترتقي إلى مستوى معاناة الشعب السوري ولم تميز بما فيه الكفاية بين الجلاد والضحية ولم توضح بجلاء مسؤولية السلطات السورية وحلفائها عما يرتكبونه من جرائم بما في ذلك القصف الجوي للمناطق السكنية والمدنيين العزل والحصار والتجويع واستخدام الأسلحة الكيميائية وتشريد الملايين من الناس وبذلك فإن هذا القرار لا يمكن أن تبرأ به الذمة أمام الله ثم أمام المجتمع الدولي والشعب السوري الصامد ومع تقديرنا لهذه الجلسة التي خصصت لمناقشة الشأن السوري إلا أننا نرى أن ما آلت إليه الأوضاع المأساوية في حلب وما اتضح جليا من عجز مجلس الأمن عن معالجة الموقف واتخاذ القرارات الفاعلة بشأنه بسبب الفيتو الروسي الصيني المزدوج يستوجب علينا ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم الذي تهدده وما زالت تهدده العمليات العسكرية التي تشنها السلطات السورية وحلفاؤها وبناء على ذلك وبالرغم مما لدينا من تحفظات على القرار إلا أن وفد بلادي سوف يصوت بالموافقة على هذا القرار وسنبحث في أقرب وقت ممكن مع كل الأصدقاء كيفية تلافي أوجه النقص والضعف فيه شكرا سيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر